مهم جدا ان الكاتب او الروائي او المثقف بشكل عام او المعني بهذا الشأن يكون على اتصابه باشر جدا بالطبيعة والشخصية اللي بيتكلم عنها طيب لما يكون حد مش يعني هو متصل اقر او حيا لكن مش متصل بجسد او بوجوده في المكان بيعمل اعرش خاطر يوصل لده ضفنا النهاردة نجح ان هو يعمل ده ونجح ان هو يعمله بشكل كبير جدا بروايات عميقة او متعمقة في الشخصية وفي الطابع وفي المشاعر المصرية الانسانية برهم ان هو بقى له فترة كبيرة جدا عايش بره مصر قدر ان هو ياخد معرفة او شهر على مستوى العالم العربي عمال متميزة زي النوبي ودح الحمام وغيرها وهو موجود في القاهرة هذه الايام وبيقوم بمجموعة من اللقاءات والمؤتمرات والندوات علشان خاطر يعني يكون على تواصل مع الكتاب والنهاردة احنا بنحط كده زي بقولوا نقطة ضوء على شخصية ثقافية ايجابية في مصر انا براحب بالكاتب اشف العود سبعا خير اهلا سبعا خير ايه الاخبار الحمد لله نبتدي من الاول سؤال حررتك زي ما قلت يمكن مش عايش في القاهرة او في مصر بشكل عام بقى لك فترة ومع هذا انت بتعمل وتكتب اعمال كلها ليه علاقة بالشخصية المصرية بشكل بي طيب هنبتدي من الاخر المكان اللي انت عايش فيهم مانوش علاقة انت قلبك فين وروحك فين حالان انت طول الوقت معني في بصر ومشاكل مصر وقضايا مصر طول الوقت دماغك وافكارك وقلبك وروحك مع البلد فانا دائما اقول انه مصر فيها سڤوات عظيمة كتير ما انا احتاج موقع جغرافي واجتصاد ووا محاوة ولكن اجمل ما هو فو مصر ونعเรWH output نظل لناس كتيرا هو الشخصية المصرية أنا أحمد الله أنني عشت في ريف المنصورة فترة طويلة منصورة ومن خلال هذا الريف أنت بتستمد جزور الشخصيات المصرية من اللي بتكتب عنهم ما زالت هذه الشخصيات حية داخلي رغم أكثر من 20 سنة خارج مصر هتتصور وستندهش أنني لم أكتب حرف واحد عن الغربة أو عن الأماكن التي تعيش فيها في الخليل صحيح لأنه دائما كلما تفكر في الكتابة يكفز على الورق هذه الشخصيات الجميلة التي عشت معها وتربيت وسطها ومن هنا جاءت عنوين رواياتك يمكن من أكثر العنوين اللي لفتت نظري هي رواية النوبي وغيرها هيا أول نتكلم ونقول حياتك يعني ممكن نصنف كتاباتك اللي هي تعتبر روايات أدبية مستقامة من الواقع لكنها خيالية ولكن هي ولا هي روايات وقعية أقول لحضرتك يعني الفئة أنا هتدي لك مثال بسيط دائما أحب أقوله أنت أي إنسان بياكل ممكن يأكل في هواكه لحوم خضروات أسماء بس ما يعرفش أي مكون منه خلى شعره يطول أو جسوه يبن أنت طول الوقت بتشوف وبتسمع وبترصد بعينك فلما تجي تكتب هيتطلع ده معاك بس أنت بتعرفش من أي مصدر يعني ممكن ممكن حكاية سمعتها من أمي في يوم الأيام أو جدتي أو جدي ممكن حاجة شفتها سمعتها رأيتها فبتتهضم جواك ولابد أنك تصدقها لو صدقتها هتشعر أنها وقعية أنا كثير من أصدقائي في المنصورة يحاولوا يبحثوا خصوصاً أساتذة النقد والأدب ويتقصوا أنا أصد مين من الشخصية اللي أنا بكتب عنها ويكتشفوا بأنه ممكن الشخصية تكون عدة شخص أنت شفتها في حياتك فأنت بتهضمها وبتطلعها في شخصية واحدة فإذن المسافة ما بين الخيال والواقع تظل بالنسبة للكاتب هو واحد ويعرف مفاتحها أو سرها ما تقدرش تقول إنه كتابة خيالية أو كتابة من الواقع أو كتابة عن شخص لأنه الروائي مهوش مسور فوتغرافي صحيح هو أقرب إلى الرسام أنت ممكن رسام مثلاً عظيم زي صلاح طاهر يرسم برطرية للعقاد أنت تشعر أن دي روح العقاد ولكن من صورة العقاد وأي رسام بسيط ما احترف من كل المهن اللي هو في الشارع ممكن يرسم صورة قريبة غير الرسام على صلاح طاهر فهو ده الفرق ما بين الفوتوغرافي البسيط اللي بياخد الكاميرا فتطلع طيبك الأصل وبين الروائي اللي بيتطلع روحه وروح الشخصية الأخرى الهيش من الهيش 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 طيب الهيش وده حل الحمام يمكن عنوانين يعني فيهم الغراب صحيح غراب جداً وبيلفتوا النظر جداً وطبعة ثالثة صدرت من الهيش كانت في 2013 ثم حفل توقيع رؤيتك الجديدة قريباً يعني من قريب جداً وزي مورا تاني يعني معرفة ومكانة الحمد لله يعني متميزة جداً ليك في وقت قليل على مستوى العالم العربي تحديداً خلينا نتكلم عن الروايات دي بص حديث روايات اللي هيش تحديداً اللي هيش للناس اللي في الريف يحرفهم هو النباتات اللي بتنبت على أشياء نهر النيل بالنسبة اللي يشوفها من الخارج هي نباتات جميلة وخضرة ولكن في العم فيها أشياء كثيرة جداً تخفى عن الرواقع فأنا تخيلت أن الحياة ممكن تكون خضرة من الرواقع ولكن تحمل وتموج بالخير والشر مثل هالهيش طبعاً الاسم كان جديد والرواية لأنها بتتكلم عن شخص تشعر أنها شخص من لحم ودم أنا من مدرسة بتميل إلى البساطة الظاهرية ولكن في الحقيقة أنت بتتكلم على عمق في مكنون الشخصية المصري أنا دائماً معني بالإنسان وفي الهيش كتبت عن الخير والشر في الريف من خلال شخصية صانع للفخار أنت تعرف أن علاقة الماء والطين في الريف علاقة مهمة جداً طبعاً أننا نرجع لأصلنا وأن عودة للواقع عشان نخرج من أزماتنا اللي احنا فيها لابد ندور على أجمل ما في الشخصية المصرية ونخرج كتبات حضرتك يمكن تأثرت زي ما أعتقد أن كثير من الكتاب وروائيين في العالم العارجي بشكل عام طبعاً أكيد المصريين تحديداً تأثروا بأحداث 25 يناير وهذه المراحل السياسية اللي عدت على مصر من قبلها وإلى الآن حياتك ده حصل معاك ولا ألا وهل ده كان واضح في اكتباتك اللي ما بعد هذه الفترة أنا لم أكتب بعد الثورة 25 يناير غير النوبي وفي النوبي حبيت أركز على النقطة اللي أنا بقولها لك من شوية أنه يا جماعة تركوا السلبيات تركوا الأشياء اللي هترجعنا الورا ركزوا على الإيجابي يعني أنا أنا حتى أطالب الناس اللي في التلفزيون هنا كل ما هو جميل ومشرك في مصر طلعوه لأنه إحنا محتاجين دفعة الأمل محتاجين أنه أنتوا لا تتخيلهم أنه هذه الشاشات القانوات المتخصصة والتلفزيون المصري رغم يمكن فيه إمكانيات ضعيفة أو يمكن محتاجين تطوير ولكن العقول الجميلة اللي في المبنى ده قادرة على التأثير بشكل كبير أنا برة مصر لا أشاهد إلى التلفزيون المصري لأنه بشعر بنبض الناس فبعد 25 يناير حبيت أهدي المصريين أنفسهم النوبي هي بتتحدث عن شخصيات جميلة وعظيمة ورئعة أنا شفتها في طفولتي مثل مثل شخصية النوبي نفسه اللي كنت بتسأل عنها من شوية بالزبط بالزبط وفكر كمان المكان والزمان حالتك يمكن فيه يعني يمكن يدول أكتر تحليات المغضية اللي جات على يعني في بحثنا يعني عن هذه الرواية كانوا يقولوا أن عنصر المكان والزمان مهمين جدا في الرواية دي ليه بص أنا معني بالزمن ومعني بمصير شخص الناس يعني أنت لو تلاحظ مثلا في سلسية الأستاذ نجل محفوظ اللي بدأها بالسيد أحمد عبدالجواد وهو صغيرا ثم مرحلة الوسط ثم مرحلة الكهولة هو دائما حتى الأستاذ نجل محفوظ ونحن بنتعلم منه معني بمصير الناس أنا كنت في النوبي معني بمصير البلد من خلال الشخص فالزمان هو وقت طويل عبر أكتر من خمسين سنة اتغيرت وتشكلت فهم الشخصية المصرية والمكان هو الريف اللي هو أصل مصر يعني ما فيش حد أنت بتشوفه إلا ولو بلد يعني حتى سكان القهيراء أنا أصلي من المنصورة أنا أصلي من دو منهور أنا أصلي من اسكندرية وكل دي تسمعون يعني بتكون الشخصية المصرية بتكون الشخصية المصرية نعم يعني أنا وكثير من الكتاب كنا معنيين فيما بعد صورة 25 يناير أن احنا نركز على الإيجابيات في مصر ده مش وقت سلبيات صحيح مع أن يمكن تصريح لك مؤخرا من يومين تحديد من يومين تحديدا في جامعة عين شمس كنت بتقول أن توطر الشخصية المصرية هو اللي دفعني لكتابة النوبي نعم بأي شكل أنا طبعا كنت سعيد جدا بحفل التوقيع للكتاب في جامعة عين شمس لسبب أن الحفل التوقيع كان تاني يوم بعد أحداث شغب شهدتها كلها في الجامعة ورغم أن كتير قالوا لنا ما تروحوش لحفل التوقيع وأنا أصررت أن أروح وأصررت أن ألتاكم الشغب وينجح وأصررت أن الشباب الصغيرين يشوفوا كتاب هما بيقول لهم عن بعد يعني أنوا شوفوا مواجه للواجه وكنت بقول لهم يا أولاد أنتوا ركزوا في الأمل أنتوا أمل مصر وركزوا في دراستكم وركزوا في قرائتكم وحبوا البلد أنتوا لما تحبوا بص ما فيش لا جيش ولا شرطة ولا حكومة تقدر تحمل بلد أكتر من الناس نفسها يعني شوف الكلام بيأخذنا في أماكن أكيد أكيد أحيط عن النوبة هل جعلها تايرا أنا حاول بس أقول لك نقطة صغيرة أمس في حدث التفجير اللي وقف قدام الجلاء من اللي أبض على الإرهابي هو سواء تاكسي لو كل حد حسب مسؤولية الاجتماعية تجاه البلد دي صدقني جدا هنخرج من الأزمة دي في أقل وقت وأنا شايف في الأجازة دي اللي أنا نزلتها إلى أربعة أيام دول أنه في بوادر كتير جدا مبشرة من خلال كلام الناس وتفاقلهم باللي جاي وعي مصر هتبقى وعي وعي كبير أن مصر متجهة للأفضل بإذن الله من رغم أن رواية اسمها أنه عايزة أرجع لها تاريب من رغم أن رواية اسمها النوبي إلى أن النوبي ده هو أصلا حارس شغال في فيلا أو حد السريات القديمة في المنصورة نعم طيب يعني يعني كانت كده كانت خدعة يعني هي مش خدعة أكتر منها النوبي طبعا هم يعني أصل منصر من الجنوب وهم فترة من الفترات كانوا مهمشين وإنت شفت أحداث الانف دي كانت برضو يعني جزء منها جزء منها أنه الناس دي يجب إحنا مصر كبيرة ومصر متعددة الأجناث والأعراق والثقافات يجب أن يحتووا هؤلاء هذا الشخص العظيم اللي كان بيجلس قدام سرية قديمة في المنصورة أنا شفته طفل كان بيحمل من الحكمة والعمق ما لا تتخيله وأنا بازلت مجود كبير جدا حتى يعني أخليه يتكلم فعندما أتكلم أباح بالكثير كثير من الناس هم حراس على مصر مثل هذا الرجل النوبي أنا كنت أقصد أنه مصر يلاح الرأس بعد عناية ربنا سبحانه وتعالى مصر المحروس هم لابسا ما هو مصر المحروس فعلا وربنا لما يقول في القرآن الكريم ادخل مصر إن شاء الله أمينين بالمناسبة ده مش فعل ماضي ده ادخلوا طول الوقت فأي حد يراهم جوه ولا بره حاقد أو أو مش محب المصر إن هي مش هتبقى آمان ده واهي لأنه كلام ربنا لازم يتحقق الأرض تمام نطلع بقى من الخاص شوية أخيرا نتكلم بشكل عام زي ما قلنا حالك تاني بواقع إن حالتك عايش يعني بره مصر وعايش في بلد عربي ومطلع وعلى وعي كبير جدا بالحركة الثقافية العربية بشكل عام نعم وهنا أتي سؤالي هل أو شايف الموقع الأدب المصري والحركة الروائية المصرية في الحلقون مثلا في العشر سنوات الأخيرة في العقد الأخير موقعه إيه؟ من العالم العربي أنا أقولك ببساطة خالص مهما يقولوا إنه إحنا تراجعنا ثقافيا ومهما يقولوا إنه دورنا وريادنا قالت من يصنع من يصنع الثقافة في العالم العربي غير المصرية يعني كل القنوات اللي أنت بتشوفها دي إذا دخلت فيها هتلاقي صناعة مصرية من مزعين من أخبار من 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 إذن ما في كاتب عربي أو شاعر عربي يعني يحب أنه يصل إلا من خلال القاهرة قاهرة هي منصة إطلاق المبدعين إلى سماء الإبداع سيظل كتابنا ويظل المثقفين هما الرواد في طول الوقت أنا بتجول في العالم العربي وتحديدا من دول الخليج ما زالت أم كلسوم حضرة عبد الحليم العقاد طحسين المزني كل في الحال في الواقع الواقع دلوقتي روائينا وشعرقنا هما لهم الصدارة روح أي مهرجان سينما روح هما فنانينا اللي موجودين روح أي مهرجان شعري هما شعرقنا اللي موجودين أكيد هناك حركة عربية قوية جدا قوية جدا وإحنا مزيلنا إحنا عندنا القدرة على المنافسة في طول الوقت صحيح أنه بعض يعني ما فيش ما فيش أمة بتفضل في صعود إلى طول الوقت لازم ينصب بعض الهنات أو بعض الضعف أنا والله مش هتقول لي أنك متفائل زيادة عن اللزوم أو أنت متحيز لبلدك أكتر من اللازم أنا شايف أننا وجودنا قوي جدا بص قوية جدا قوية في أي مقهى في أي دولة عربية مش هتسمع المساكة المصرية أي كاتب يتمنى يوقع كتابه في القاهرة أي كاتب يتمنى رغم إلا ممكن يكون فرق إمكانيات مادية شكل العمرات شكل البيوت ولكن معرض الكتاب في مصر هو أهم معرض في العالم العربي تلفزيون المصري هو أهم تلفزيون في العالم العربي شاء من شاء وقابا من أبا الدراما المصرية تظل رقم واحد يجبون لنا توركي يجبون لنا مكسيكي يجبون لنا سوري يجبون لنا أي حاجة تانية نظل إحنا إحنا بص قدرنا أن إحنا أكبر دولة عربية أن إحنا صنع الفكر والحضارة في العالم العربي وسنظل كده كيف نحق تمام وإحنا ما فيش أي اعتبارات على دوت وما فيش أي حد ممكن ينكر ده لكن الاستمرارية والبقاء يعني يا ما إحنا سمعنا عن يعني حضارات وثقافات كانت مكانت وصلت وجلت ثم بعد مئات الأعوام اندثرت بص كيف نحافظ على ده كيف نواجه تدني المستويات في الأعمال الفنية الكثير جدا كيف نحافظ على أن ما يكونش رواياتنا استنساخ من بعض كيف نحافظ على أن روايين الشباب تحتنا للطلاعين ما يبقوش نسخ نسخ مشوهة من أعمال نكحة علشان يبقى لهم البقاء كيف نحافظ على اللغة المصرية على الواقع المصري أقول لك بص زي يعني عشان بطل ندمن أن نحن نستمر بص أنت تعال شوفها على مستوى جائزة تعادل جائزة نوبل في الأدب اللي هي جائزة البكر العربية طيب البكر أول منفذ بالبكر هو الأستاذ مبهاء طاهر صح وبعدها يوسف زيدان في الدورة التالتة نافذ في الستة اتنين مصريين في الدورة الرابعة اللي هي السنة دي فيه واحد مصري أحمد مرات إذن أنت حاضر طب أعرف صنوة البكر وأتكلم معهم أحيانا من ضمن المية وثمانتاشر رواية هتلاقي أكتر من تلاتين واربعين رواية مصرية يعني أنت مش محتاج أنك تعيد حتى الكتاب الشباب تعال أشوف من حاضر ومع ذلك أنا أتفع معك لازم الناس تقرأ تتعلم تتصقف ترجع لجزورها المصرية يقرأ الكتاب يعني يعني طبعا الإلكتروني ده مهم جدا ونشط مهم جدا لكن مسكة الكتاب ولكتاب شوف مصر رغم إمكانياتها الضعيفة هي من أهم الدول اللي هتمت بصناعات الكتاب مشروع مهرجان القراءة الجمية طبعا طب أقول لك على حاجة هذا المشروع المفروض يخدم المصرين بس والله أنا زورت كتير من من كتاب ودباء وشعراء في العالم العربي مكتباتهم تمتلئ بزخائر وتراث مكتبة الأسرة آخر أعمال حالتك هو النوبي النوبي إن شاء الله وفي رواية بتتحدث عن المنصورة في الثلاثين وقت يعني المنصورة مدينة كانت بتجمع كتير من الثقافات والحضارات الإيطالية الفرنسية الألمانية طبعا أهم من عصر الفترة دي أستاذ أنس منصور وكان الله يرحمه كان صديق فأنا عاوز أوحي ده من خلال نص رواي المنصورة مدينة جميلة جدا وأنا متحيز لها متحيز لها وبدعوا الناس أنهم يزوروا المنصورة طول الوقت طبعا طبعا وأحسن ناس وسلامنا لأهل المصورة ربنا يخليك ربنا يخليك أستاذ الكاتب أشرف العوز دي أحنا من حقيق منور مصر أكيد زي ما قلنا وأعتقد أن أهم حاجة يمكن كان يعني ذكرت في هذا الحوار أنه الكاتب المكان مهم وجوده في مكان معين مهم لكن قلبه عموما في مكان تاني وده يمكن هو حال لكثير من الناس أو كثير من مش بس الكتاب المصريين بشكل عام المختاربين اللي بيحاولوا هم يكون دائما على اتصال بمصر بكل طريقة ممكنة وحتلاقيهم حاسين بمصر ساعات يمكن ساعات أكتر من ناس عاشين فيها شكرا 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 شاهديني نروح لفاصل ونرجع تاني خليكم معنا